ازايك يا شباب؟ جبتلكو قصة تانية لريكا مورتي المرة دي ريك ومورتي وصمر في سفينة الاشباح ريك طبعا ببقى انه اسكى انسان في الكون مش مؤمن بحاجة اسمها اشباح اصلا لغاية ما هتحصل مصيبة هتثبت له عكس كلامه بس قبل ما نبدأ اعمل لايك اعمل سبسكرايب اعمل فرع الانس تلا تلاقيه في وصف الفيديو ويلا بينا بنبدأ في المكوك الفضائي الخاص بريك في منتصف الفضاء سمر بترغي كعادتها وبتقول انا مش عايزة اكون دكتورة مش عايزة اشتغل بالقدر ده انا عايزة اكون باريستا ريك بيصيح حرفيا مسامع حاجة مني بلا 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 سمر بترد بغباء يعني انتو مش قادرين تسمعوني ريك بيرد بسخرية مفيش حد يقدر يسمعك صوتك لوحده كفيل يخلي اللي بيسمع يخرق ودانه وبيضحك هو ومورتي سمر بتقول بغضب انا بكرهكم بكرهكم كلكم فجأة بنشوف سفينة فضائية املاقة بتظهر قدامهم من العدم ريك بيقول في تعجب يا لطيف ايه ده ازاي ظهرت هنا دي وبيكمل في فزع انا فاكر السفينة دي شفتها من 35 سنة اختفت من قدام عناية سمر بترد تعتقد كانت فين المدة دي كلها ريك على فكرة انا ساعدت في بناء السفينة دي انا اللي عملت المحرك بتاعها بنفس تقنية مسدس الابعاد اكيد في حد ما ضغط على صرار غلط ونقلهم لبعض تاني اجراءات العودة هتكون اشتغلت دلوقتي سمر بتقول تفتكر ايه اللي حصل للطاقم ريك انا هكون صريح معاكي 100% الطاقم ده ميت مية زي طاقم كراصنة الكاريبي كده دي سفينة اشباح بنشوف ريك بيلف حوالين السفينة بيدور على المدخل وسمر بتقوله في فزع استنى هو احنا هندخل جواها ريك اكيد ليه لا دي سفينة ظهرت من العدم حرفيا نعمل اين سبها ونمشي ايضا فيه شيء ثمين جدا داخل المركبة دي انا محتاجه كل ده ومرتي في المقعد الخلفي بياخد سيلفي مع السفينة سمر بتسأل ايه هو اسم السفينة الغريبة ده ريك بيقول لها اسمها اللي انا مش عارف انطاوه فمش هنطاوه لانه مش هيتقالغر مرة واحدة بس بس اسمها ليه علاقة بالقطط عموما ريك بيقول دي كانت بداية التمانينات احنا كنا مهوسين او بالقطط سمر بترد بسازاجة طفولية اوه انا من الحاجات المفضلة ليا ان يتفرج على قطة كيوت على اليوتيوب مورتي بيقطاها بعصبية ما تكونيش بقى غبية هو يقصد فيلم كاتس الموسيقي ريك بيحب الرأس والغناء ريك بيرد على مورتي انا ما توقعتش انك مثقف يا مورتي الثقافة الوحيدة اللي كنت فاكرك تعرفها هي اللي بين رجليك مورتي بيقول بفخر انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل بين رجليك وانا نايم يا ريك سن المراهقة بقى وكده ريك و سمر بيتقززوا من مورتي و ريك بيرد انت ما عندكش حياة يا مورتي عشان تتفخر بحاجة زي دي سمر بتقول ما اعتقدش اللي احنا المففوض ندخل انا عندي شعور سيئ اتجاه المكان ده ريك بيقول بنفس صبر انا عندي شعور سيئ ايضا اني مكانش المففوض جبتك معايا هنا بيدخلوا السفينة وبيمشوا في ممر طويل في اخره باب مفتوح سمر بتقول في خوف المكان ده مخيف قوي يا جدي وبتسمع صوت تسديق وراهم وبتتفزع مورتي بيهديها وبيقول لها ايه دي ما تخافيش مفيش حاجة هنا تخافي منها ريك بيبصله بصوا على مورتي الهادق هنا مش ده اللي كان هيعملها على روح المغامرة اللي فاتت مورتي بيحس باحراج ولكنه بيتجاهل كلمه وبيكمل انا ادركت اني كنت في مغامرات من دي كتير جدا وما فيش شيء سيء فعلا بيحصل يعني احنا دمرنا كوكف في مرة وطلعنا بسلام مفيش حاجة تخافي منها يا سمر سمر بترد انا خايفة من اشباح الفضاء المكان مخيف جدا اكيد هيكون مسكون بالاشباح ريك بيرد بدون مبالاة مفيش حاجة اسمها اشباح يا سمر سمر بتقول اذا ازاي هتفسر الكتب اللي عماله طوع من على الارفف لوحدها ريك بيحس بغباء سمر وبيرد وهم ماشيين في الممر بالعلم يا سمر دي حاجة اسمها الطاقة المحتملة وبيسيح فيها انا عمري ما كنت مكسوف من غباء حد من عائلتي بالشكل ده سمر ممكن نخرج من هنا لو سمحت مورتي و ريك بيتجاهلوها و ريك بيروح يزين لوحة من الجدران و مورتي بيقول له ايه شيء الثامين يا ريك اللي بتدور عليه وقود طاقة تجريبي ريك بيرد في سعادة احسن من كده يا صديقي انا بدور على سلوك نحاس دي بمثابة الذهب بين الكواكب السوق بتاعها شغال جدا وهتتباع بسعر الذهب وبيشد السلوك من فتحه في سعادة غامرة سمر بتقطع كلامهم انا ما اعتقدش اللي انت مفهود تعمل كده يا جدي انا متأكدة ان احنا مفهود ما نعبث بحاجة الفضائيين ريك انت بجد ما اعتقد ان المكان مسكون عشان فيه ناس متت هنا سمر بالزبط ريك بيسحب اخر سلوك ان حيث هو بيرد مفيش حاجة اسمها اشباح قلتلك ده مليون مرة سمر ما تزعجناش وإلا هرميكي دلوقتي من المركبة وهامل نسخة بديلة عنك تاخد مكانك على الارض الاشباح قال هنا فجأة بنشوف مجموعة من الاشباح الصغيرة بتخرج من الفجوة اللي في الجدار في فزع من سمر ومورتي سمر بتقول فيه خوف شوف يا جدي اشباح مورتي بيقول فيه فرحة استني بس دول هيكونوا في الاخر مخدرات فضائية وهننتشي كلنا ريك بيضطرب وبيصرخ احنا محتاجين نتحرك بسرعة ياولاد بيزيه الاشباح من طريقهم وبيبدأوا يجروا اتجاه الباب الباب بيتفتح لما بيقربوا منه وبيقفل اول ما بيدخلوه قبل ما الاشباح تلحقهم بيدخلوا غرفة وصمر بتترسم على وشها ملامح الفزع والراب بتبصوا قدامها وبتقول انا عرفت السفينة دي راحت فين دي راحت للمكان السيء وبنشوف على الحيطة مكتوب بالدم تحياتي من الجحيم ريك بيقول بعصبية ليه عشان اللي مكتوب على الحيطة انا كاتب حاجات اسوأ من كده على حيطة غرفتي بالمنزل مورتي بيسيبهم يتجدلوا بدون اهتمام للي بيحصل وبيروح ياخد سيلفي مع الحقط سمر بتقول فيه اشباح حرفيا خارج الباب ريك الموضوع هياخد بعض الوقت عشان اقتنع بحاجة مش حقيقية يا سمر بنشوف الحيطة بتبدأ تنزف دم وصمر بتقول بعصبية الحيطان بدأت تنزف دلوقتي مورتي بيقول بسخرية ده غالبا نوع من انواع زيوت المراكب الفضائية مفيش حاجة ضخمة تفزعك بالشكل ده ريك بيتجه للكمبيوتر وبيقول لسمر بعصبية انا تعبت من اقتناعك بوجود الاشباح انا هوريك السفينة دي كانت فين بالزبط بيبدأ يبحث جوه الكمبيوتر وبيكمل كلامه انت هترتاح يعني لما تعرفي ان السفينة دي كانت سجن احلام خاص بالمستعبدين للجنس للقطاع اتش فور فايف سيفن سمر بتسيح وهل ده احسن يعني ريك بيخبط على الكمبيوتر وبيقول الطاقة مفصولة روحوا الغرفة مجورة واعيدوا توصيل الموصل بنشوف مورتي و سمر بيخرجوا من الباب والباب بيتقفل على ريك لوحده في الداخل والنور بيتطفي عليه ريك بيقول مضحك جدا يا رفاك ولعوا النور بقى بنرجع لسمر وبنشوفها بتصيح في مورتي احنا كلنا هنموت هنا مورتي بيقولوا هو بيوصل السلوك في بعض ريك عارف هو بيعمل ايه بالزبط لو قال مفيش اشباح بمفيش اشباح كل ده و ريك جوه الغرفة بتبدأ تتملق بالدم و كائنات كتير محوطة ريك كائنات هو كان السبب في موتها ذكريات اعداء و اصدقاء اللي ماتوا بسببه كلهم بيبصولوا و بيرددوا في حزن ليه يا ريك ليه غدرت بينا كلنا و قتلتنا بابشع طريقة ممكنة بنشوف شاشة الكمبيوتر مكتوب عليها بلون الدم 666 رقم الشيطان الباب بيتفتح و ريك بيخرج من الغرفة في حالة من الزهول والصدمة من اللي شافه سمر بتصفه على وشه عشان ترجعه لوعيه ريك بيفوقه بيقول اللي ولاد في فزع ده مش وقت نقول مين كان صح و مين كان على خطأ بس انا متأكد ان المكان ده مسكون جي وقت الرحيل يا ولاد ريك بيكمل السفينة هتحاول تحتل اكتر واحد فينا معرض للضغط بس لو تحركنا مع بعض في ذكاء هننجو من هنا و بياخد سلاح امامنا على الحيطة و بيديل مورتي سمر بتصيح فين سلاحي انا عايزة برضو ادفع عن نفسي ريك السفينة هتاخد اللي عنده اضعف عزيمة يا سمر و انت بتضعفي امام اي شيء تفه في مول لسانك بيريل زي الحريم الصعرانة انا مش اراهن عليك سمر وهتراهن يعني على مورتي اللي كل ما بيشوف اعلان فيه نساء جاذبات في التلفز بيقوم يروح الحمام ريك بيرد ساخرا اوه اقتنعت و بياخد السلاح من مورتي و بيسلمه لسمر مورتي بيرد في هدوء انا مش محتاج سلاح انا هنجو زي ما بنجو دايما و بيكمل بفزع لو السفينة دي راحت للجحيم يبقى الجحيم مجرد بعض موازي مش حاجة في مستوى اعلى من الوجود ولو الجحيم موجود ده برضو معناها ان الجنة موجودة بنشوف مورتي بعبس وسخرية بيودع الاشباح ريك و سمر بيبصلوا في تعجب مورتي بيدافع عن نفسه و بيقول انا مش عارف اقول ايه قبل مهرب من السفينة الفضائية مسكونة ايا كان يلا بينا نمشي بنشوفهم بيدخلوا من الباب و بيمشوا في غرفة الدم والاشباح بتمشي جانبهم ريك مفيش حاجة مخيفة هنا هنكون في الخارج في وقت قصير فجأة هيك العظمية بتظهر جنبهم و كلهم بيرددوا كلمة عضو زكري اه والله بيقولوا الكلمة دي مش عارف ايه العبس اللي بيحصل في القصة المهم ريك بيحاول يهدي الاولاد و بيقول كلنا عبارة عن هيك العظمية محاطة باللحم والاعصاب ده مشهد عادي جدا مفيش حاجة تخافوا منها الاشباح بتبدأ تقرب من ريك و ريك بيحاول يبعدها اضطرابه بيزيد خوفه بيكبر وفجأة وبدون مقدمات بتدخل جواه من مرخيره وفهمه بيستحوزه على جسده بالكامل بعد عدة ثواني ريك بيستعيد وعيه مرة اخرى بيمسح جبهته وبيقول يا الهي ماذا كان ذلك بيتفاجأ بمجموعة من المهرجين بيظهروا قدامه وبيرقصه ريك بيتحول الاشباح بتسيطر عليه بيقول بانين شيطانية خضراء اللون مش النهاردة ايها الشيطان وبينقض على المهرج بالفاس بيقطع دراعه ورجله بوحشية وبدون تردد المهرج الاخر بيتصدم بيمسك الفاس وبيشيله من ايد ريك وهو بيصرخ توقف يا جدي توقف ارجوك بنرجع للواقع ريك بيستعيد وعيه بيدرك الحقيقة وبشاعة اللي عمله بنشوف سمر بتعايت وهي بتحاول تمنع ريك من انه يخلص على مورتي اللي كان بالفعل قطع له ايده ورجله في مشهد دموي وعنيف ريك بيبص قدامه في فزع يا الهي ماذا فعلت وهو بيبص على مورتي اللي الدم بيخرج من كل مكان في جسده بينقله للمككوك بسرعة وبيطيره على مستشفى على الارض بنشوف ريك شايل مورتي وداخل بيه المستشفى وسمر بتجري وراه مسكة ريك لمورتي المقطوعة بنشوف مورتي على ترابيزة العمليات وليلة مستنيها برا في خوف وفزع من مصير مورتي الغير معلوم بعد فترة قصيرة مورتي بيفوق من الغيبوبة بدراع جديدة غير دراعه اللي ريك اطاهاله وجنبه ابوه امه وريك وصمر بيبصوا عليه على وشهم ملامح الندم والحزن بيعد الوقت مورتي في مرحلة التأهيل دلوقتي بنشوفه بيحاول يتمرن على استخدام دراعه الجديد وبيفشل ولكنه بيحاول تاني دون يأس لحد ما بيقدر يتحكم فيه بسلاسة بس رجله لسه متجبسة بيرجع البيت وبيعملوله حفل الترحيب بعد غياب 96 يوم بنشوفه داخل على ريك الجراش بوكزين وريك بيشتغل على رجل صناعية ومورتي بيقوله في فرحة شفتي يا ريك قلتلك مفيش مصيبة بتحصلي انا اخارك ريك بيسايسه بابتسامة وبيرد انت فعلا خارك يا مورتي خلي بالك بس الارض مبتلة مورتي بيرد بعجرفة ما تخافش انا هقدر عدي بسلاسة وبيحط رجله على الارض وبيبدأ يمشي دون اهتمام ولكن فجأة بيتكعبل ريك بيشيله مفزوع تاني بيجري بيه هو وباقي العائلة على المستشفى للمرة التانية بيمر بنفس التجربة بيعمل كذا عملية بيجبسوله رجله وبيخش مرحلة التأهيل ولكن في الوقت ده بيخسر وقت كتير لدرجة ان الكراش بتاعته اللي كان وعيدها يرقصه سوا في حفل التخرج راحت لحد تاني وهو بيتفرج عليها وبيعيط على كرسي متحرك في الوقت ده داخل سفينة الفضائيين بنشوف هيكل عظمي وبعض الاشباح بيتفرجوا على التلفزيون وبيقضوا وقت سايد سوا فجأة واستدهشتهم مجموعة من السواريخ بتختارك السفينة وبوم السفينة بتنفجر وبتقضي عليهم بالكامل هنا بيظهر المكوك الخاص بريك بقيد عن السفينة بيشوفها وهي بتنفجر وريك بيقول بسعادة وبلب دب دب وبنشوفه هو ومورتي جوه المكوك ريك بيبصله هو متحمس وبيقول ايه رأيك فجرتلك امها وخدت حقك اهو مبسوط يا مورتي مورتي بيرد باحباط ممكن نذهب للبيت دلوقتي ريك بيرده هو متضايق ان مورتي لسه زعلان اكيد يا صديقي وبينطلقوا اتجاه الارض وتنتهي القصة على كده يا اخوانا قصة عبثية جدا بس عجبتني قل انت رائعك في الكومنتات عجبتك ولا لا وكالعادة ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساك جدا تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة واتفعل جرس التنبيات لو حبيت الحلقة وحبيب المحتوى وبيس